للمجلس الوطني لحزب العدلة والتنمية لكن سياقها العام يجعل منها دورة استثنائية فمن المعارضة إلى قيادة الحكومة انتقل الحزب وهو ما يستدعي وقفة من أجل تثمين عناصر القوة والانتباه إلى مظاهر القصور التي قد تظهر هل يطلب وقفة مع التنظيم مع بناء الحزب من جديد مع تأهله من جديد مع توسيع قدراته وإمكانته من جديد تحمل هذه التحولات التي يعرف بلدنا إن شاء الله ولليوم الحزب كيستن فيه بطريقة فعالة ومهمة جدا نعم التنظيمي اللي هو المؤتمر السابع إن شاء الله والمشاركة في الاستحقاقات الجماعية المستقبلية كان لابد أن نهيئ تنظيميا لهذه الاستحقاقات ولهذه المرحلة محطات مرت إذن وأخرى قادمة والحزب يشتغل ليكون في مستوى التحدي خاصة التحضير لانتخابات وللمؤتمر الوطني المزمعي عقده في اليوليوز المقبل الوقت حان لكي نعقد مؤتمرنا ونحن حريصون على أن نعقده في الأجال الطبيعية طبعا الحال فكرنا باش نأجله بسبب الانتخابات هناك صعوبة ولكن ليس مستحيل أن نعقد في الناس لوقت مؤتمرنا ونحضر للانتخابات وحول ظروف المرحلة وما تتطلبه من عمل جاد وتفان دعا الأمين العام السيد عبداليلة بن كيران أثناء تقديمه للتقرير السياسي للدورة دعا أعضاء الحزب إلى مواصلة الطريق بكل مسؤولية وحزم وتعزيز البناء التنظيمي لحزب العدالة والتنمية من أجل دعم هذا التحول الديمقراطي وفي بوزنيقة اجتمعت اليوم اللجنة ترجمة نانسي قنقر